نتابع معا هذه الأرقام التي ترصد الوضع الإنساني في اليمن حاليا 14 مليون شخص على بعد خطوة من المجاعة 7 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية 31 برنامجا إنسانيا في الأمم المتحدة سيخفض أو يغلق منظمة الصحة العالمية القطاع الصحي شبه منهار ولا يستطيع التعامل مع أزمة كورونا تأثير أكثر من 100 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات أيضا السيول أثرت على أكثر من 5000 أسرة نازحة سابقا في عدة محافظات في جنوب اليمن 5 ملايين طفل في اليمن يواجهون خطر الأمراض وأبرزها الكوليرا